السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهار ده نتكلم على ايجايل برويجكت مانجينت. لها دارة مشروعات الرشيقة. يعني في ناس ترجمة ايجايل دي العجاف او يعني بنحاول قدر ان كان الحاجات اللي هي آآ زادة عن زوم بنعمل رجيم بحيث ان احنا نتخلص منها. يعني لو فيه مثلا آآ وقت كتير بيدعي في المشروع عشان ورق معين. لا باش مهم الورق المهم ان احنا نخلص المشروع في الوقت وبالتكلفة وبالجودة اللي نحن نتكين عليها. باش لمجرد ان انا عايز اعمل ورق في الشغل برويقراطي او الحاجات داوة ان احنا نضيع الوقت. انا كنت شغال مع واحد في مشروع من المشروعات الكبيرة. وكان بالنسبة له اهم حاجة ان هو يخلي كل واحد يمدي ان انا مسؤول عن الشغلات دي مسؤول عن الشغلات دي يعني ان هو ديره مشروع. باش هاموا ان هو المشروعات كويس قد مهمه ان لما تحصل مشكلة هيلبسها المين او هيقول مين للغلطان. فكان كل واحد لازم كل يوم كده تنضيع الورقة. انا مسؤول عن حتة دي. انا مسؤول عن حتة دي. انا بقعد احتفظ بالورقة كده. اما حاجة بالنسبة له الورقة يكون موجود. باش مهمة بالنسبة له ان المشروع يطلع او ان المشروع مقاش في مشاكل. لا هنا ان الموضوع اللي ضرر شي كب بيبقى معمول ايه? اه ان فريل العمل بتاعنا والناس اللي شغالين مع نا. اه 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 ان بقى فيه التفاعل بينهم وفيه التنصيق وفيه من بعض. ده اهم الباكتير من اه ان احنا شغالين بسوفت دور معين او برنوية معين او اداءة معينة او ان فيه عمليات معينة لازم نمشي عليها سبعة واربهين عملية او انهم مشي يدي ودي ودي. لا اهم حاجة بالنتبني ان احنا نوصل الهدف. وانبقاش فيه مدير مشروع يعني مديره مش رافل بم اي ده حاجة كبيرة اوية لا ده هنا مدرب او موجه مهمته انه هو لو فيها اي عقبات تشيلها طب ما اللي بيدير فريق الفريق بيدير نفسه اقول الواحد عارف هو بيعمل ايه واللي مطلوب منه وعلى قدر من المسئولية والعمل جزء مفرير العمل يعني العميل بمنعوش ان نتفاوض معي ونحاول ان ننصب عليه او نحاول لا هو جزء مفرير العمل بنحاول ان احنا يكون متفاهم ويكون شايف كل حاجة ويكون هو يورينا على الحاجة اللي هو عايزة في الاخر واحنا نحاوله ويكون عالطول معنا في اي تعدلات وقام حاجة بالنسبة لده الوصول الهدف باش نحنا نكون كادمين كل حاجة وموصقين كل حاجة لا المهم بالنسبة لنا ان احنا نوصل للهدف اللي احنا عايزينه ومن دمنا الحاجة كويسة في اللقاء لان مرونة ان لو في اي حاجة جديدة هو بتعامل معها اللي هو بيستجيب لها اكتر من ان هو يلتسم بخطة تمام يعني في خطة عملنا في اول مشروع وكتبنا ورقة وهو الحاجة دي كلها طب حصل جديد خلص هو بيستجيب للتعدلات ديت فهو مناسب جدا بالذات في المشاريع اللي هي مفيهاش وضوح او مفيش معلومات مؤكدة فيها فبيبقى مارين ويقدر يستجيب للتعدلات ديت انا شايف ان هو مناسب جدا للناس اللي هي شغالة في مجال الاي تي شغالة في مشروع صغيرة انها المشروعات الكبيرة بيبقى خايفين من موضوع ان يبقى فيه ناصب فبنحاول ان احنا يبقى نوصل كل حاجة بس بنستليم روح الإدارة الشيقة يعني طلوقت الورقة دي لازم يتأكل الحاجات دي حاول انك قادر لنخفف العملية على نفسنا بحيث ان المشروع مش كويس انا جربت الاجائل ديت في اه انها مسلا ادارة بيم اربيا ادارة اه احيات الشخصية ادارة اه مشروع صغير يكونوا ياخدوا اتفاق بينه وبين الناس انما مشروع ضخم مسلا بمليار دولار وحزا كده يعني صعب الواحد ياخدها بس بيستلهم الفكرة يعني ورق اتباع طب خلاص اتباعه وبعدك هنشوف موضوع الورق اللي انت عايزنا نمضي عليه المهم ان احنا نصف الهدف المهم ان احنا نعمل المطلوب مننا بش ما تخليش البوركراسية هي العائق او هي اللي مكتفيك